بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الطلبة درسنا الجزء النظري في التطبيق الثاني من تطبيقات تكامل محدد التي كانت تتحدث عن الحجوم الدورانية سنأخذ الآن أمسلة تطبيقية على هذا التطبيق المثال الأول يقول أوجد الحجم الدوراني الناشئ من دوران المنطقة Y تساوي X تربيع زائد واحد حول المحور OX والمستقيمان X تساوي الواحد وX تساوي السالب واحد أول خطوة أن أرشادات الحل يجب أن نرسم هذه المنطقة طبعا المنطقة X تربيع هي دالة شهيرة X تربيع زائد واحد هي نفس الدالة X تربيع لكن بعد انسحاب نحو الأعلى بمقدار واحد إذن هذه هي الدالة التي عبارة عن Y تساوي X تربيع زائد واحد المستقيمان سالب واحد والواحد إذن هذا X يساوي سالب واحد المستقيم الرأسي الأول سالب واحد وهذا هو المستقيم الرأسي الثاني X يساوي إلى الواحد والمحور OX إذن المنطقة R هي هذه المنطقة كما نراها لو دارت هذه المنطقة حول المحور OX لأنها تجمجسم دوراني أحتاج إلى أن أعلم نأخذ عبارة مستطيل قاعدته DX إذن السماكة ما دمت الدوران حول OX هي DX والآن مساحة القرص حجم القرص وليس مساحة إذن حجم القرص الدائري حجم القرص هو عبارة عن B بنصف القطر للتربيع ضرب السماكة DX ولكن أحتاج إلى نصف القطر إذن نصف القطر من هو هنا نصف القطر هو عبارة عن ما دمت الدوران حول OX يجب كتابة نصف القطر بدلالة X فقط وهو مكتوب ومعطي بدلالة X إذن نصف القطر بدلالة X فقط هو X تربيع زائد واحد إذن معناته نصف القطر للتربيع زائد واحد ب DX إذن هذا هو حجم القرص مناخد هذا القرص ومن كامله من سالب واحد إلى واحد إذن التكامل سالب واحد إلى واحد لبي بX تربيع زائد واحد للتربيع ب DX لو واحد نظر لوجد أن الدالة المستكملة هي دالة زوجية والتكامل يجرى من سالب واحد إلى واحد في منطقة أو في فترة متناظرة بنسبة النقطة الأصل فيمكن أن أكتب هذا التكامل على منتصف الفترة وأضرب ناتجه بالتكامل بالتنين فلو أخرجت البي وضربنا بالتنين والتكامل على نصف الفترة من صفر إلى واحد وفكينا التربيع طبعا هو مربع الأول زائد 2 الأول في الثاني زائد مربع الثاني كاملنا هذا التكامل وعوضنا فنحصل على هذه هنا نكتب وحدة حجم لأن وحدة أنا أحسب حجم وحدة الحجم هي إذا كنت عم بقيس بالسنتيمتر فهي سنتيمتر مكعب إذا عم بقيس في المتر فهي متر مكعب فحسب وحدة القياس اللي عندي الآن لن ندرس المثال الآخر في المثال السابق كانت دوران حول المحور OX لن ندرس هذا المثال أوجد الحجم النادي عن دوران المنطقة R محددة بالمنحنيات التالية إذا كانت دوران حول المحور OY لو رسمنا هذه المنطقة طبعا الY تساوي X تكعيب الخط البياني لأله هو من هذا الشكل طبعا إذا اختصرنا على الجزء الموجود بين الواحد والثمانية واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية لو اختصرنا على هذا الجزء بين الواحد والثمانية فإنني سأرى هكذا إذن ها هذا هيك إذن سأأخذ فقط هذا الجزء هذه هي المنطقة R من واحد إلى ثمانية المنطقة R إذا دارت هذه المنطقة حول المحور OY إذن عند إذن ما دامت الدوران حول المحور OY فالسماكة معروفة هي عبارة عن D-Y نصف القطر يجب أن نعبر عن نصف القطر الآن بدلالة Y فقط لو جينا إلى هنا لو وجدنا أن نصف القطر معبر عنه بدلالة X فمن هنا X ماذا تساوي تساوي Y استيلت إذن بما أن X تكعيب يساوي إلى Y فمن هنا Y تساوي X إذن هنا هذا هو نصف القطر هذا هو F في ال-Y يجب أن يعبر عنه بدلالة Y فقط هكذا قلنا إذا كانت الدوران حول OX نعبر عن نصف القطر بدلالة X وإذا كانت دوران حول OY نعبر عن نصف القطر بدلالة Y فقط الأخيرا حجم القرص الحجم القرص هو عبارة عن By ضرب نصف القطر للتربيع يعني Y استيلت للتربيع ضرب السماكة السماكة هي D-Y الآن لو أخذنا هذا القرص وكاملنا من 1 إلى 8 لحصلنا على طبعا التربيع قوة قوة هي جداء القوة 1 على 3 ضرب 2 هي 2 على 3 الآن نضيف للأس 1 ونقسم على الأس الجديد ونعود من 1 إلى 8 فنحصل على هذه القيمة وحدة حجم إذن هكذا تحسب الحجوم في الحالة الدوران حول المحور OX وفي حالة الدوران حول المحور OY لا ننسى ملاحظة هامة يجب التعبير عن نصف القطر بدلالة X إذا كانت دوران حول OX وبدلالة Y إذا كانت دوران حول المحور OY هذه أهم شغلة في هذا الدستور والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر